اكد سعادة السيد اسامة بن احمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية للمسنين اهمية مواصلة الانجازات الداعمة لاحتياجات كبار السن لتعزيز جودة حياتهم جاء ذلك لدى ترأس سعادة وزير التنمية الاجتماعية الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للمسنين ولفت سعادة الوزير لان اللجنة خطت خطوات كبيرة من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة عبر البرامج والمشاريع الموجهة لرعايتهم مؤكدا السعي لتحقيق المزيد من المنجزات على نحو مستدام من خلال التعاون مع الجهات المعنية لتطوير الخدمات المقدمة للمسنين وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز الجهود للارتقاء بواقع كبار السن في مملكة البحرين بما في ذلك اطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات في مجال خدمة ورعاية وحماية هذه الفئة سعيا لمؤصلة اسهاماتهم في التنمية والبناء والبناء